ويمكن دقائق قليلة ونودع عام 2023 ونستقبل عام 24 يارب تكون دايماً سنة سعيدة وكلها بركة وخير وسعادة على المصريين وان شاء الله كمان تكون سنة كلها بطولات وتتويج لفريق النادي الأهلي ومواصلة الموسم أو المواسم الحقيقة ومش موسم واحد ومواسم استثنائية زي عام 23 لنجح في النادي الأهلي الحقيقة بالتتويج قل أعوذ برب الفلق بخفص بطولات مهم جداً جداً ومتنوع والحقيقة هو واحد من أفضل الأعوام الناجحة في تاريخ القلعة الحمراء منذ تأسيسها عام 1907 من خلال حصد الألقاب والإنجازات والنجاحات والظهور على منصات التتويج خلال هذا العام تمكن أبناء القلعة الحمراء من إضافة خمس كؤوس وميداليا برونزية لمونديالي الأندية لدولاب بطولات النادي الأهلي تحت القيادة الفنية المارسل كولر والأكيد أهم هذه البطولات بطولة دوري أبطال إفريقيا لتوج بها الفريق على حساب الوداد المغربي في عقر داره من ملعب محمد الخامس كمان نجح النادي الأهلي في التتويج بطولة الدوري رقم 43 في تاريخه بالإضافة لتحقيق بطولة كأس العالم والسوبر كأس مصر يا رب كأس العالم كأس مصر والسوبر على حساب بيرميدز الحقيقة موسم أكتر من رائع وبإذن الله أتمنى من العام الجديد أن فريق النادي الأهلي يستطيع أن يحافظ على كل هذه الألقاب مش الخامسة بس إذا كان هناك ألقاب أخرى نستطيع أن نضعها في دولاب النادي الأهلي لنفرح ونسعد جمهورينا دي الأهلي